السلام عليكم يا شباب او عاملين ايه? ان شاء الله دلوقتي هنشرى محاضرة الجونتس في كورس امراض باطمة. طيب محاضرة الجونتس دي زي ما اتكلمنا في محاضرة البيبتيكالسر تيبيكال 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 ميت سيرجوان لكن هنا بصراحة يعني هو نفس الكلام بتاع ميت سيرجوان مقللوش منه حاجة ممكن يكونوا زودوا كم حاجة زيادة غير البيبتيكالسر خلاص بس هو كدرس كدرس يعني هو تافي بس الصراحة اعيز كوباية شاي او كوباية نسكة فيه شف انت بازجك بتمزج على ايه? واحد كوباية نسكة فيه واقعد اسمع كويس لان انت محتاج تسمع وتفهم مش تزاكر تمام? لان فيه حاجات كده اسئلة ممكن تبقى اسئلة فهم وليس اسئلة نص حفز تمام? يعني يا دكتور هتختبرك في الفهم اكتر تمام? فركز معي في حاجات فهم حاجات فهم حاجات حفز هقولك تركز في ايه? فانت انا هقعد هعيد وازيد كل شوية انا هخليك تخلص المحاضرة النهاردة فانت بتسمعني كده هخليك تخلص المحاضرة فهمها وحافزها وصممها واي سؤال حاجة وانت انا هتحل بس ساركز معي خلص ايه هي الجونتس؟ الجونتس بص يا باشا ان الجونتس دي مرض او مش مرض? مرد؟ اكيد مش مرض الجونتس دي يعني جسم بتاعي بيصفر لونه بيصفر طب لونه بيصفر ليه؟ طب ايه اللي خلاهي يصفر? طب هو اصلا ايه اللي بيحصل في الجونتس؟ واحدة واحدة بقى يلا بنا اول ايه هي الجونتس دي؟ جونتز دي طبعا يقولك هي نوت دزيزيزي مش مرض هي علامة لمرض تاني يعني مسلا خدنا في ماتسيرجي توضو الوقته محاضرة الانيميا كانبنا عن هيموليزز او الهيموليوديك الانيميا تمام? وقالك في الهيموليزز او الهيموليوديك الانيميا او خلينا في الهيموليزز او خلينا في الهيموليزز احسن تكسير في الدم بيحصل ايه بتكسر الريد برادسل كل تلات شهوء لا بتكسر كل خمستاشر يوم. طب لما نقص لكوي 15 يوم. الأصلاً بلاتسل تتكون من إيه? قالك الهيموغلوبين. طب الهيموغلوبين ده بيتتكون من إيه? من هيم وجلوبين صح? الهيم ده فيه البليروبين. وفيه حديد حديد ده بيروح البون مرو ويكون لك لات بلاتسل جديد طب البليروبين ده اللي هنالك تكلم عنه النهاردة. طيب جلوبين ده الثرهادة بروتين بهذا البول بيروح يكون لك بلازمة بروتين جديدة يعمل بقى اللي هو عايزه الجلوبين ده هو اصلا بروتين. يبقى بالنسبة لي الهيموغلوبين انا بتكلم النهاردة عن الهيم بركز عليه وبركز على البيلروبين. طب لو في تكسير كتير سوري تكسير كتير لريد بلا تصير كل خمس شهر يوم. انه بده ما تكسر كل كل ثلاثة شهور لقد تكسر كل خمس شهر يوم فاسمعه هيموليز. تمام? طب البيلروبين الكتير ده هتخلص منه ازاي? طب لو ما عادش تخلص منه اللي بيحصل? هو بق البيلروبين ده بيت��을 إبليت البيلروبين الكتير ده هو ده بق stimery. سrocغى لونها اصفر W blonde for skin and sclera and myocos membrane تمام؟ لمين? للسكن؟ هنا. للسكن؟ واستعب لونها أصفر وسلو بسبب ايه? بسبب زيادة تركيز البلوروبين فين? في الاميا. يبقى هايبر البلوروبين في الايه? في الاميا في الدم. خلاص? طبعا احنا عارفين الطبيعي. الطبيعي ان البلوروبين بيكون نسبته من تمانية من عشرة الى واحد واثنين من عشرة من جرام بيرتسليدر. ده النسبة الطبيعية. تمام? لما الشخص عنده يبقى اعلى من اتنين او اتنين ونص. يعلى من اتنين يبقى ده مهمة جدا الرقم ده. طب لو كده jontis هو زهر عليه اعراض. تمام? اللي هية يلوش والكلام ده كله. طب لو شخص بقى هو الطبيعي يكون من تمانية من عشرة الواحد واثنين من عشرة. الابنورمل هو يكون اعلى من اتنين. طب لو هو من واحد 와ثنين من عشرة للاثنين. لو هو واحد واثنين من عشرة لاتنين. ده بسميه ايه? يعني النسبة بين واحد واتنين من عشرة مثلا ليت واحد وخمسة. ليت واحد وسبعة. ليت واحد وستة. طب ده بيبقى اسمه ايه? ده بيبقى اسمه يعني ايه? يعني العيان عنده في التحليل فقط. مش ظهر عليه ايه? مش ظهر عليه اللي هو مش ظهر عليه كده. لا هو عنده يعني العيان عنده في التحليل فقط. لكن لو الصفر اللي لقيتها اعلى من اتنين. لا يبقى كده يبقى الجلد، الشخص ده يبقى لونه يلوش تمام أصفر كده شوية، ويبقى كرينيكل كمان بلاقيه كمان في التحاليل وبلاقيه لو عملت له كرينيكل فلاقيه سكين كالر ما لقى يلوش في السكين والسكلييرا والميوكس بالإمبريك بقولك ان المفروض يكون في توازن ما بين البلوروبين بروتكشن يعني إنتاج البلوروبين وما بين التخلص منه طب لو ما بقاش فيه التوازن ما بين انتاجه وتخلص منه مش عارف اتخلص منه مش عارف اتخلص منه يبقى ايه? هيعرف الدم طب بندج منه كتير هيعرف الدم يبقى لو فيه لا دم ما فيه توازن ما بين الاتنين دول فانا تمام ما فيش توازن يبقى يبقى عندي ايه? هايبر بلوبرنميا طيب زي ما احنا قلنا جوندز ده ليس مرض مش مرض ده علامة لمرض تاني هي صين لمرض تاني خلاص طيب خشي بقى في الغد نخشي في الايه في الجد زي ما احنا قلنا بيكون من ايه? هيم وجلوبين هيم وجلوبين قلنا ايه? ان الجلوبين ده عبارة عن بروتينيلوح للبلازم بروتين شكرا طب اللي هيم ده بيكون من اير وبيكون من ايه? من بليوروبين صح? نحن نتكلم النهاردة مع البليوروبين البليوروبين لما بيحصل له هيم موكسوشينيس بتصنع البلروبين وبتحول لحاجة اسمها ايه سنتكلم ان الب lemur told beliver cod тем هو ماشي في البم لسه مرحش ال liver يبقى اسمه Danny يبقى التاني لو لسه مرحش لل liver لسه مرحش لل liver بيبقى اسمه ايه؟ بيسمه Unconjugated bilorubin Indirect bilorubin Insolubil water مش بيزوب في المية خلاص طب انا هستفاد بايه مده ما هو مش بيزوب في المية انا عايز البلوروبين ده علف جسمي او انا مثلا طبيعي بتاعي انا عايز اطلع من جسمي فلازم ادوبه في المية ادوبه في اليورين عشان يطلع من اليورين صح؟ ادوبه ادوبه يكون سولب الوودر كده؟ ليه؟ اخليه السولوبيل عشان اخليه يطلع في اليورين عشان يتخلص منه اخليه السولوبيل عشان ينزف في الانتستين والانتستين حوله الانتستين وهنعلم في دلوقتي وخليه برضو ايه؟ ينزف الايه؟ مع الانتستون تبعينا لازم احوله الكونجيجيتة باللوروبين يبقى هو مدام ما هو أنا مش عارف اطلعه من جسمي يبقى مدام ما هو دي مشكلة كبيرة جدا مش عارف اطلعه من جسمي اعمل ايه؟ اخش على فيه انزيم كده يدينه شوي انزيم كده مادة من اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو خلاص؟ ليه؟ عشان يزوب في الايه؟ في بتاعت الايه؟ بما يزوب في الانتستين يموما انه هو حيزوب في المية بالتالي هقدر ان انا اعمل برا جسمي يبقى الكونجيجيتة باللوروبين ده انا بحاوله من ليه؟ يعني ياخد انزيم كده يحولوا من لسوليب الووتر لسوليب الووتر عشان يزوف في وقدر يطلعها من ايه اعمل لأكسيرشن برج اسم التاني طيب يعني هيدوف في المية فهينزل في الزام احنا نزل في اليورين وينزل في الانتستين وبعد كده ايه لو نزف الانتستين ينزل في ونخلص منه خلاص تمام اه طيب يقول لك بقى تيك كرام زي ما احنا قول يعني بدل ما هو قاعد في الدم عند كونشيكات بلوروبين اندريكت بلوروبين انسوليب الووتر مش عارف اتخلص منه فانا بدخله الليفر بارزعه قلقة محترمة حوله الحاجة اسمها كونشيكات بلوروبين يا كونشيكات بلوروبين ده بيعملي بقى ده انسان محترم خالص بيزوف في السيكريشن ياما بتاعت الانتستين ياما بتاعت اليورين ويروح يتحول بيبقى السوليب الووتر وبالتالي يبقى قابل للايه للايكسيكريشن خارج الايه خارج جسمي عطرية اليورين او عطرية الانتستين تمام طيب يكمل بقى طيب الكونشيكات بلوروبين ده قدامه كم سكة قالك بصراحة الكونشيكات بلوروبين ده قدامه سكتين قدامه كم سكة يسطى قدامه سكتين ياما يروح في الانتستين ياما يروح في الكدني طبعا يروح الكدني مش هو باست炎 حيزوف في الماء قالك اه يمتص في الدم ويرجع من الخليل سكسيكريشن حيروح الكدني الكدني تعمل له في اليورين يبقى اليوروبيولوجين دائما يروح للكيدني اطلع في اليورين ياما ينزل الانتستن الانتستن هتعمل مين الانتستن بقى؟ قال لك الانتستن هتحاول حاجة اسمها ستيركوبيولوجين يبقى تانى واحدة واحدة يبقى نرجع على راسنا بتاعتنا لما تسحب تفاهمك الحدتي يبقى كونجيكايت باليوروبين اللي هو بقى دايريكت اللي هو ودرسولابل نزل الانتستن ياما راح للكيدني خلاص الكيدني هتطلع الكيدني هتطلع فيهن في اليورين زي ما هو كده ياما يبقى زي ما هو اسمه في الكيدني في اليورين خلاص طلع في اليورين تمام؟ ياما اليوروباولوجين kilos يروح للانتستن لو عند broadband spirit اليوروباولوجين возвращ for blood للانتستين هيبقى اسمه ايه انتستن هتشغل عليه شimoية بكريريا هتحاوله منkre outta berlokace خلاص Philip ستيركوباينولوجين طيب أنا بقى بفهم ايه من الحوار ده بص يا زميلي بص يا صاحبي انت في البداية في كلمة حاجة اسمها يوروباينولوجين انه ايما بيروح لكدني ايما بيروح لمين الانتستين اليوروباينولوجين ده اوله ايه يو يبقى بينزل فين في اليورين يبقى يو ينزل فين في اليورين طيب ستيركوباينولوجين اوله ايه اس اس يبقى ينزل فين في اللستون صحي كده يبقى اليوروباينولوجين ده اللي هو ده بصراحة ما بيديش لون خالص لليورين. علشان كده انت اللون بتاعك لونه فاتح شوية. وده الطبيعي بتاعه. يبقى ده لما يلوح للك كدني ويحصل من الكدني زي ما هو كده. فاسمه ايه? يوروبانونجين ويحصل للك كدني برك اسم خالص. صح? وحابة منه ما يلوح لنتستن باسمه بقول لك ان ده لما يلوح للك كدني وينزل في ليورين. ما بيديش لون خالص. ما بيديش كورر خالص لليورين. تمام? عشان كده تلاقي لون اللون اللوني بتاعك فاتح مش غامق. وده الطبيعي التاعه. طيب امتى? امتى بقى اقول ان اللون بقى غامق? اللون بقى غامق او بيش ان بيقولي جاي يقولي اللوني غامق يبقى كده اه خلاص يبقى كده بدأ ينزل بايل. بدأ ينزل ايه? بايل يعني بدأ ينزل بايل. يعني بدأ ينزل كونجيكيتد بلوروبين وصلت لليورين. لو قالك ان انا عند اللوني بتاعي غامق اعرف ان في حاجة اسمها كتير. وصلت لليورين. وصلت مين? لليورين. كونجيكيتد بلوروبين ديها باش عباره عن سبغة. سبغة لوني غامق اوي. لما توصل لليورين بتاعي اللوني الغامق. يبقى بدأ ما شخص جاي لك جاي لك وقالك ان انا عندي اليورين بتاعي يورين آآ ما فيوش كالر. لونه لونه عادي. لونه مفتح عادي با تمام اشتا شخصة السكة بتاعته. لونه با لونش نسلكة. خلاص? مفيش مشكلة فيه. تمام? لو شخص جاي لك قالك ان عندي اللون بتاعي غامق. لا يبقى كده. بدأ ينزل فامة بدأ ينزل حاجة اسمها هزم ممكن كونجيكيت وتاي خلط اللون ايه? لونه غامقي شوية. تمام? طب الاستيركوناورجين بيضي بيضي الكالر بتاع الاستول. بيخلي فيه دارك استول. يبقى الاستيركوناورجين ده بيضي كالر للسطول. بيخلي دارك كالر استول. تمام? لو اه لو ده ما وصلش يبقى اكيد البشند عنده ايه? اللسطول بتاع يبقى لونه ايه? هيبقى لونه مش هيدي السوقه بتاعته مش هيخليه لونه طارق هيخليه لونه ايه? هخليه ايه? او بسميه يبقى ده السكة مش سلكة معي وما نزلش لليستول مفيش سوقه هالفيه يبقى اسمه يبقى بيشند جالك بيقول لك لون البراس بتاعي نفس لون الحيطة فاتح قوي يبقى معنى كده ان السكة بتاعت دي ما خلتهوش سالك ما وصلش لليستول وبكده ما فيش لونه الاستول صح كده? يبقى زي ما احنا قلنا في الاول نفس الكلام البلوروبي اللي هو هاصله هيمو يوكسوجينيز اللي هو بقى تحاول حاجة سنها اللي هو البلوروبي يعني تحاول البلوروبي اللي هو هعمل له ايه? اللي هو بقى هو اصلا الكونجيجيت البلوروبي تحاول اخد علقة محترمة بقى اسمه باللوروبن عشان هذا اتخلص منه تحاول راحة للك كدنية عشان نزيل في الاولين والهلون بتاعي واللستور نزل تب لو نزل في اليسطور وحاض بتاعي غامق درك لا يبقى كده ممكن يكون في او پاي نزلت في نزلت في اليورين. تمام? طيب. لو بقى بيكلم عن ستول ده بيدي اللون بتاع الستول دي. يبقى خليه انه دارك. لو كان لك قال لك ان ده آآ سوري كان لك قال لك انا عندي بتاعي نوم فاتح. مش طبيعي. مش دارك. غامل زي طبيعي. قال لك يبقى كده خلاص. يبقى السكة تاعته دي مش سلكة. آآ يبقى كده في مشكلة فين? خلاص. تي الحتة اللي سنوع تبقى بقى سفحتي البلوروبين يعني. السيرم بلوروبين زي ماحسا قال عين زي ما احنا منكون من واحد قلي من واحد ميلي جرام ده التوتال البلوروبين ده الطبيعي. تماما. طيب missile بتاعهمку واحد آآ موجود في الدمع على شكل حاجيين. يا إما كونجيكيدة بلوروبين زي ما احنا قال ٤د هاتحة بنسبة فون. كونجيكيدة تحت بلوروبين. يسمى كونجيكيدة بلوروبين نصًا ما وصلش للشخص. كونجيكيدة بلوروبين ده.docahan احنا لسه قالين تحول من انسوليبل انسوليبل ووتر لحول الى ايه اللي هو بقى اسمه اللي هو لذلك عشان كده انا بعمل عشان اخليك او ان هو ينزل في الستول صحي كده يا اما انسوليبل ووتر بيمسك في الربط تاعت في الدم هو هنا نفس الكلام تاعت بتاعت بيولك فورميشن او اكسيكريشن البايل بيجامل بيولك ان الليفر الريد بلود سيب تكسر بيحصل عملية اسمها ريتيو كلينو اندوسيليا السيستيم ده بيحول لك البلوروبل اللي موجودة في البلود اللي هي البلوروبل الموجودة او المسكة في البروتين باوند اللي هي الربطة بتاعت البروتين اللي هو كده بقى اسمه انكونجيجيت بلوروبل لحولك يلاقيه الى كونجيجيت بلوروبن تمام ادخله جوه الليفر تمام يبقى فيه عندي سكتين اللي هو كونجيجيت بلوروبل يما يروح للكيدني بقى اسمه يوروبيلونجين ويطلع في اليورين ويضي colorless لليورين ياما اليوروبيلونجين إلي هو كونجيجي وقت بلوروبن يروح لليندستين عندما يروح لليوربانونجين يذاكَ يبقى اسمه ايه ستيركلبال명ين ضييفورز ولينت التستور في ذلك السوق ombres سوضيح لما هي السوقidades للمانتالية كيف ingredient' hook Blues' وحسب الصراحة هناك ثلث اسباب للجونتس ثلث اسباب للصفرة من هم تالت هographic成ability يعني هم هم 3 اسباب ونومش تالت ما هم هم 3 اسباب دول اول حاجة ان يكون كمية البليروبين اللي جاية للليبر كثير اوى يعني فيه هيموليز فيه تكسير عالي جدا للريد بلوتسيل تتكسر كل اقل من 15 يوم يما تتكسر كل 3 شهور لا اهلا تتكسر اقل من 15 يوم كل شهر تتكسر يبقى كمية البليروبين التي نتكمل تكسير الريد بلوتسيل اللي هيا جاء للليفر كتير اوي فالليفر مش قادر يعمل تمام؟ هو مش قادر يعمل هو بيعمل اللي هو يقدر عليه ما هو برضو انسان برضو الليفر ده انسان برضو هو بيعمل لكن جاء له كتير اوي لسه محصل لهمش ايه لسه محصل لهمش يطلعوا برا الليفر يطلعوا في اليورين او ينزلوا في الليسطول عشان يتخلص منهم جسمي الليفر لازم يعمل لهم الاول لازم يعدوا على المدير عشان يبضوا ويروحوا تمام؟ طب المدير بيقبط بس بالعقل يعني المدير برضو الليفر ده ايه انسان عائل تمام؟ انا عايز يتخلص من الحاجة دي بس بالعقل انا هقدر اشتغل زي الحكومة كي بالضبط يشتغلوا من تمانية صبح للساعة اثنين انت جيت لبعد الساعة اثنين انا اخلص شكرا لكن انا برضو من ثمانية الاثنين انا برضو بشتغل بعدد معين انا بشتغل بخمسين واحد بس تمام؟ لو انتو جيتوا لي مية انا همشي خمسين تعالوا بكرة ماشيكم هو هو نفس النظام اللي بيعملوا الليفر انا عندي كمية البلوروبين كتير قوي في الدم طب عايزة تلحها لازم تعدي على عمو الليفر تبط وتروح طب الليفر عشان يعمل لها هم كتير لا خب يعمل لحبه صغيرين بس ما بقدرش يعمل ل اكتر من كده الصراحة يعنيش الحق يتقال وما نيجيش على الراجل يعني تمام؟ عشان هي جاية له كتير نديجة الهيموليز بتاع ريت بلاتسيلي كتير قوي ده فبتكالي هتلاقي الريت بلاتسيلي بتتكسر كل 15 يوم اقال زي ما احنا قلنا هنا بقى الليفر سليم وزي الفل هل في مشكلة في الليفر؟ هل في مشكلة في الراجل ده؟ راجل ده بيقولك يا عم، انا مقدرجو أشتغل أكتر مدرد 50 أو اشتغل مع 51 بس أكتر من 50 لمقدرش انا مشتغل في ن reci ن time 50 هتشغلني مع 1000 وحد ایزاي ما هو بالعقلЩ حتها belum شغل مع خمسين اذا لاונیج ي demás حسب imagسنا ه MARK ب Lean unjust اذاكان مشكلة في نفسك رائع شبه على نفسك بلدان ايسا ب Ten Hand مشكلة كفى مشكلة بلدان تكسر تلكم якال كمeg incompetence لم يوم ره Lia تكسر عشرة يوم Durch وزي الفل. الليفر بيقدر يتخلص من ايه? من خمسين. بس. بيقدر يتخلص من خمسين. ده مثلا ده اي عدد انا بقوله يعني. اه العدد ما عرفوش بس بيقولك مثلا خمسين. تمام? انت عملت ميلو الف. هل هيقدر يشتغل مع الف موليكيول بلوروبين? مش هيقدر. هو اشتغل انها خمسين بس. في الدم. تمام? فكده اكيد مش هيقدر يعمل كونجيجيتد لكل ده. بالتالي البلوروبين هيبتأ يعلى في الدم. طب ايه هيعلى في الدم? كونجيجيتد ولا كونجيج لكن النقجيغيتد بس. ففي التالي هتلاقي. الان IS محصول تعهم lawmakers الميت可愛ه ليه? الف مو vorب الطب. تمام? فبالتالي مين اللي هيعلى الان CON Nu-Contrageted اللي هو مين? اللي هو الان دايريكت. هو اللي هيعلى في الدم. عاف Hö بالتالي جيلة البيشنت инو و اصفر. ولكن اللي عالي هنا اللي هو الان دايركت situation. تمام? التحليل.ااااااcks فكي ستعمل اشتريك. تمام؟ احنا تعمل طوطا وهتعمل دايركت وتعمل الان دايركت عليك. سنتشوف انا عالي. تمام؟ انا بعمل تحليل تحليل الصفرة علاق بين الان طوطا في الاطفال. في الغ imprisoned وم ينجد اللية اكتر الاخطار reasoning عليك الكامل دا اكتر. في لا زي ما احنا قلنا بالعمل تحليل فكي سوف تحليل تحليل سفرة قصة إحسابة تاتياتية يعني الانتاريكت بلوروبين هو اللي عالي في الدم تمام يبقى هنا المشكلة فيه المشكلة في التكسير الليفر انسان بقدرش اشتغل اكتر من خمسين واحد في اليوم ويشتغل في معاد معي من ثماني الصبح للتين بالليل حكومة حكومة يا باشا عادي تمام جالي اكتر من خمسين مش اشتغل ولا واحد زيادة ولا واحد حتى لو انا ايب اللازم مش اشتغل اكتر من خمسين واحد انا اقوى سليمه زي الفل ولكن انت عملت يحمل لي هيمولزز كتير قوي فبالتالي انا مش اشتغل معاهم غير مع الخمسين فمن اللي هيكون عالي او هنا هو اللي هيكون عالي او هنا اللي هيكون هنا هو العن المشكلة بالليوروبين عشان ما حصل ليو gerçekؤلون ليو في حمل أي الإمالية يبقى هنا مملكة بالليوروبين مش ممكن التاءل ليكرب 있لك في ك draufي اعتد انها بيعملية كتير قوي بالليوروين ليكتر فعشان يحصل لهم عيشان يحصل لهم من البلوت صح؟ فزي بشانت انها عنده هيموليتيك أنيميا والهيموليسي هذا يبقى عدوى بيبقى كتير اوي بيهندج عنهم كمية كبيرة اوي من البلوروبين انتو لت م Ug Na زي ما احنا قلنا يبقى اني نعمل معنى البلوروبين الان?!?! كونجي ترى بلوروبن لش بأى له сто ما حصلهش خلاص دانية الدهانيather النى السبب من الاسباب هنا بقى ثانية سبب المشكلة في الليفر ذات نفسه مشكلة في الليفر الليفر مش قادر يعمل كونجي ترى بلوروبين الليال يعني هنا هل هنا في بلوروبين كتير لا هنا البلوروبين تجينه طبيعية ولكن يعني التكسير اليد بلاتسيل ممكن يكون بيحصل كل مية وعشرين يوم عادي جدا ولكن الليفر هو اللي في المشكلة مثلا الليفر عنده فيروس C هيباطايتس الليفر هنا عنده هيباطايتس A B C A بتنجان هنا فيه مشكلة في الليفر الليفر ذات نفسه تعبان عنده هيباطايتس هنا مريض هيجيلك يقول لك يا دكتور صراحة انا اكلت اكلة مش كويسة من الشارع مثلا بعدها بدأ يجي واجع في المعدة وبغالي اسهال وترجيع وكده تمام بعدها باسبوع عيني بدأت تصفر هتفهم ايه ان اه هنا بقى في مشكلة في الليفر الليفر مقدارش ممكن يكونش ازال لقط فيروسية ولا حاجة وبعدها باسبوع عينيه بدأت تصفر فكده الليفر بقى تتعب اكتر ومقدارش يعمل ايه بدارش يعمل فبالتالي في الدم تمام عايزة اعرف بقى ايه يعلي في الدم حنفهم دلوقتي هنا الليفر عنده يعني ايها باطايتس في الليفر يعني كده الليفر تعباني حاج صح ليفر تعبان يعني كده مش كل خلالة الليفر تعبانة هو اه الليفر بنسبة من الخلالة تعبانة بس مش كلها تعبانة يعني في حب يقدر يعمل وحب بمكن الشخص يقدر ي يعني له صح يعني lira المسيلي بنفسم ليعمل خمسين بيعمل خمسين لواحد خمسي واحد لأ هيقدر يعمل تلاتين وشكر مش يقدر يعمل لهم صب كده يبقى مي نسайтه اللي هتيعلى. يعني هو هيقدر يعمل مسال مسلا نقول مسلا لاشرين ومش هيقدر يعمل او seguir عشرة لكن الاربعين التانين او التانين التانين مش هجدر يعملهم خلاص يبقى كده الم�로حف أنه النجاتي والم shameless مح Large kit هيعليه وคน ل unfair يعني اللي فкую милли بن العمل يعني كما تعمل يعني كل خلايا Doom بتعمل هوو في خلايا عمله بس % Project وكما والله ما زamen ما يدرجه ويعط عليه بسبب السفر الأن ya يبقى إلي ما هو م achieve مذنب الن CirLife يبقى المشي دييركت بلوروبن علي. وكمان الدييرית تحية لا. ليه دييركت تحيا لا? الدييركت تحيا على عشان حصل ايه? انا عندي ان الليفر في حبة قادروا يعملوا وحبة مقدرووش. الحبة اللي قادروا يعملوا ايه دييركت بلوروبن. طيب دييركت بلوروبن ده المفروض ينزل. طيب لا. طيب ما ما نزلش ليه راح لليورين. يعني راح للا تييرين يعني راح لكديني راح لليورين عشان يدخروا في اليورين او قل لك لا ركز في الحتة دي يا برينس انت قلت لي هو عنده هباطايتس يعني هباطايتس يعني عنده صح عنده تعال كده اهو اهي اللي بكلم عليها عنده هنا في في الليفر تمام عنده الانفلاميشن دي عامل لي ايه عامل لي عامل لي عامل لي اديمة الديمة دي افلة السكة مش عارف انزل لهم الحب اللي انا عملتلهم كونجي جيت ل من لبيل مش قادر انزلهم بلي ايه عاملي اصلا اديمة هنا انزل الث�a هامل و حاجه افلة حاجهgestéricش دي ش прекрас فقط له في الصورة دي مثلا ركز لدي اديمة افلة السكة افلة مين افلة السكة مش قادر انزل الغايف وتسعى العامل اللي ح było بالبطال يمش بسك عاملته لهم افلة السكة هل يرجع له. طب هيرجعلي. طب لما يرجع لي. يرجع له الدم. هيودي فين؟ هيودي للسركولاتي تاني. يبقى مين كده? هينزبته هيعلى. نزبته هيعلى اول حاجة اللي هو الان كونجيجيتيت بيليوروبين. هو مقدرش يعمله كونجيجيتيت. تمام? وكمان الكونجيجيتيت بيليوروبين هيعلى. ليه? ان كونجيجيت بليوروبين مفوض ينزل في اليونان والسطول. لأ ده انا عندي هنا قديمة. عندي سوينينج. بسبب الانفليميشن اللي عندي. فكمان هرجعه تاني للدم. طب لما رجعه للدم. هيعلى نسبته. يبقى كده عندي الاتنين نسبتهم عاليه. اللي هما الان يبقى اول واحدة. انا عندي مشكلة فين? عندي مشكلة في بتعديلت بلوت سيل. وعملة الكسر كتير قوي. الليبر جاي له الف واحد. لشان اشتغل هو بيشتغل خمسين بس. اشتغل مع الخمسين. يبقى مين النسبته هتعلى? الان كونجيجيت بلوروبين. لو ما حصلوش كونجيجيت هم نسبته هتعلى. تمام? يبقى الهبر سليم. لكن في تاني مرحلة في مشكلة في الليبر. الليبر هو الليبر تعبان. طب الليبر تعبان. آآ جاي له عادي بلوروبين طبيعي. جاي له خمسين واحد. تمام? هو عمل آآ عمل كونجيجيت لمين؟ لحبة منهم. طب الحبة التانيين نسبته هتروح في الدم وهتعلى. يبقى منها هيعلى الان كونجيجيت بلوروبين واحدات لا ما نزلوش ليه. ده عامل قديمة. عاملها يعامل مش قدران ننزل للل بابل لانتستن او او لليورين. هيرجع تاني للدم الذي ستعلم. من الفاظيات مشكلة في الهيبا اليها يحصر في مشكلة في الهيبا هيرجعه الى اتنين لنسبتهم هتيعلم في الدم. النسبين. نسبتهم ثلاثة واحدة بقى ثلاثة واحدة يعني ايه هنا بقى هنا بقى هنا بقى يا برينس ركز معي في الحدة دي ركز معي قوي بقى هنا ولا في مشكلة في تكسير ما فيش هيموليزز تمام حلو فيش مشكلة الحمد لللي نشكر ربنا ادنا وش وضار ما فيش مشكلة في الايه في التكسير تمام جاء لخمسين واحد للليفر الصبح الساعة تماما لحد الساعة اثنين من اجل ده شغال خمسين واحد النهاردة في ان هو يعملون بطيق مسلا وانا قاعد شغال تمام تمام شغال زي الفل خمسين واحد انا شخص تعبان ولا كويس واكل الصبح وفتر لا اكل الصبح وفتر وزي الفل وجيت شغلي وزي الفل قاعد شغال مع الخمسين واحد تمام حلو قوي جميع جميل جدا طيب انا جيت الشغل والخمسين واحد واقفين تحت تمام وطلعوا لي عملوا لهم ايه طلعوا لي خمسين واحد دول اللي ما يفوض اشتغل معهم طلعوا لي واشتغلت معاهم لحد الساعة اثنين عمال اشتغل معاهم وخلصت لهم شغلوه وحولتهم من ان كنت جيدة بيلوروبل الى كنت جيدة بيلوروبل هم قاعدين معا في الدولر السابع تمام وتمام زي الفل وقاعدين مع بعض الشغلين وزي الفل خلصنا الشغل ومية مية في حين بقى ينزلوا من الليبر عشان يمشوا ويروحوا يروحوا فين يروحوا لليورين او الانتستين او يروحوا للكيدني ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل هنا في حاجة حصوى اللي بيحصل هنا لو مرة واحدة كده حاجة كده سادة مش عارفين يروحوا هيقعدوا بقى جوا الليبر ومش عارفين يروحوا في حصوى سادة مجرى النزول بتاعت الايه اللي هو الانكونجيجيتة بيلوروبل اللي هو الدايري عشان ينزل في الاستول او انزل في اليورين في حاجة سادة ان هم ما ينزلوا فيه حصوى سادة يبقى هو مفيش مشكلة في ريت بلاتسيل وريت بلاتسيل روحت للسور البلوروبين يعني روح لليوروبين وله بداخلي وسنستق A لم ي pongير ثلاغي او سادة 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 واحدة سادة سادة بحتمن ثلاغي حصوى سادة الساعة سادة 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 استهدقى لระ so about 3 الدخول يرضج المناتراك ام idé إبقى غ Lauren Rho يعني ام تسانية الدايريهما ري Real Web 3 رؤيته ممثلي الدخول B problem هعمل لكم. بس مشكلة ايه ان انا سكة وقفة اعمل لكم ايه? ارجع عدن للدام. خلاص? بس كده. يبقى. يبقى كده ان يقدر نقول ان المرحلة دي اللي هي فيها هيموليسس يبقى مشكلة مشكلة مش في الليفر. ولكن مرحلة الليفر تعبان فيها بسميها ايه? لكن مرحلة الليفر ان فيه بعد الليفر خلاص الليفر عمل عمل وما فيش مشكلة بسميها ايه? بوست هيباتيك. خلاص? اه هنا ممكن يكون بزر زي ما احنا قلنا وممكن يكون بسبب حاجة اسمها البانكرياس في كنسر. في تيومر في البانكرياس. اللي بيحصل هنا البانكرياس بالطبيعي ان هو يكون نايم كده في حطن الدودنام. اهو نايم في حطنة. طب لما يحصل له تيومر يحصل له كنسر. كنسر يعني ايه? يعني ابنورمال جولوس للسل تاعة البانكرياس هتنمو تنمو 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 تقفل على المجرى بتاعة المين بتاع الكومون بايل داكت. تمام? هيقفل عليها. قفل السكة هيعمل يبقى مين اللي هي على هنا? اللي هي على هنا الداريكت بنوروبي. صح? زي ما احنا قلنا. بس كده. آآ يبقى خلي بالك لو انت لدي الداريكت بنوروبي عالي. يبقى يبقى عندك كده حاجة من الاتنين. يقفل عشان في حصوة في المرارة. يقفل عندك كنسر خلاص? طيب انواع الجونتس فقط. زي ما احنا قلنا. لسه عاملين ان يهرف بعضينا بنقول اول حاجة لديك تكسير كتير اوي. وانا لما تكسير كتير اوي نرجع كتاعة السريعة مع بعض. هتروح اللي في مشكلة في الليبر? لا ما فيش مشكلة في الليبر. الليبر سريم زي الفول زي الاشتاء. تمام? لكن هو بيشتغل جيله الف واحد. هو بيشتغل مع كان واحد. بيشتغل مع خمسين. خلاص شغل الخمسين. طب الباقيين هو هيعلو في الدم. هيروح للدم ويعلو. طب التاني واحد هو الهيباتوسيلي هنا في مشكلة في الليبر. الليبر هو اللي تعبان. طب جيله مسلا خمسي اهو خلاص بيش مشكلة في الليبر بتاع. مشكلة في الليبر لتعبان. طب جيله خمسين واحد اشتغل مع الخمسين واحد. تمام? لا ما اشتغلش مع الخمسين واحد. هو هو اللي تعبان. يبقى في حب اشتغل معهم وحب اشتغلش معهم. ما اشتغلش معهم بسهم بقى كونش جودة بلوروبين هيعلو في الدم. طب اللي اشتغل معاهم هينزلوا. طب ما نزلوا جاين ينزلوا. قال لك لا خلي بارك لانا فيه في في الليفر. هيحصل حيرجعه تاني للدم. يبقى امين اللي عالي مع بعض. طب الابستركتف جونتس. هل في مشكلة في الليفر? لا. هل في مشكلة في ريت بروتسل? لا. اللي ما فيش ولا مشكلة في هوموليزس ولا في مشكلة في الليفر. طب اللي حصل هنا جاه جاه البلوروبين. هو الان كونجيجيت بلوروبين. راح للليفر. حصل الكونجيجيت جاي ينزل. هوبا في حصوة ستة. الحى يا برينز. رجع اعطينا اللي ده. بقى من اللي عالي دلوقتي اللي عالي يكتب لوروب. خلاص? نفس الكلام هنعطيه في تاني. انواي الجونتس فيه اقولنا زي ما احنا قلنا يعني قبل الليفر الليفر اللي هو الليفر تعباء. البوست الليفر اللي هو الحصوى اللي بعد الليفر دي. وانا عندي مشكلة تانية. اما حصوى اما في خلاص? اول حاجة اللي هو البريهيباتيك. البريهيباتيك تمام? انا بقى زيادة في كمية ديت هديكت ايه? هديكت زيادة في الهيمولوزز. طب من اللي هيزيد تسعة مني هيزيد في ايه? اللي هيعلى هو. ليه? لان هو الف واحد جايين اللي هو السليم. تمام? وقال له الالف واحد دولي اشتغل معنا الالف. لك لا انا اشتغل مع خمسين. انا نراجل قدريتي انا اشتغل مع خمسين. اشتغل مع خمسين? تمام. وخلصوا شغلوهم زي الفول ونزلوا. والسكة سلكة ونزلوا ومشوا الخمسين. يبقى تسعة سعمائة وخمسين واحد دول قاعدين في الدم. عليوا. ما احصلهمش كونجيجيت. بقى اسمهم يعلوه في الدم. تمام? طب الهيباتيك بقى. قال لك لا الهيباتيك هنا في مشكلة في الليفر. هل في مشكلة في براسل في هيموليزز? لا لا ما فيش. هنا مشكلة في الليفر ديفر تاعبان. بيعمل كونجيجيت. لا مش بيعمل كونجيجيت او. يعني بيعمل ه発هل حبة او حبة لا. طب الحبة اللي ما عملهمش كونجيجيت او قناه لها الان contacted by rubin هيعلوا في الدم. طب الكونجيجيت بقى اللي هو عمل لهمجوم ينزلوا. خبا لقوا قدامهم ايه? قداموا لقوا من Buffalo germination. identified mamy maybe Star ForFS. درجاع او تاني يدى الدم. فاعليو ابردى. يبقى كونجيجيت. وقناه ليرة، Actually we just said لي. طيب البوست هيموليززة بقى. لا البوست هيموليزة بقى لأ. يعني مشكلة ايه مشكلة ف انهم حصلون طيب اسباب بقى الهايبر بالروبين. لسه ايلاها. هو هو نفس الكلام. انت فهمت خلاص يا باشا? انت كده خلاص فهمت الحد اللي بنوع عليها دي كلها. اسباب اللي هو يعلى ايه هو اللي هو اللي هو ما حصل لهوش نتيجة ايه? ان هما بهم مسلا كتير قوي. صح? تمام? طب اسباب انه يحصل زيادة في الكونجيجيت بالروبين. ده يعلى امتى? في حالات لو في حصوة سدة سكة. صح? الدكتورة اصطرح ركزت معنا في انكونجيجيت بالروبين. هو الهموليك في الكونجيجيت بالروبين. زي يعني كوليستيز يعني اللي حلاص عامل ولكن في حصوة سدة سكة. فرجعت ثاني للدم. ده رجعت انا للدم فزقته نسبيته في الدم. تمام? اما الاتنين. وجيجيت وانكونجيجيت. هيعل له امتى? هيعلى لو في مشكلة في الليفر. انترا هيباتيك. ليفر تذيز. اه. ليفر تعبين. مش قادر يعمل لكل حاجة. طب عمل حبة عمل حبة و مادرش يعمل للباقين. لأ مادرش يعمل باقين هيعلو في الدم. طب اللي عمل لهم هيجي وانزلوا لقوا السكة وقفة. تمام? نديجة الحاصلة. نديجة الدي من اللي حاصلة. فيرجعوا تاني للإيه? للدم. هيعلو نسبتهم ايه? هيعلو نسبة. تمام. اشتغ. بعد كده بقى. هنا في الصورة دي مش عارف لازمتها ايه? تمام? بيقول لك مريد جاي لك يقول لك ايه? انا اي اريدي دي اجنوزت ميسيلف وانزل انترنت. انا خلاص شغلت حالتي على النت. انا جاي ااخد رأيك. نعم حريبي. مش هلوضت. نو كومنت. نو كومنت. اول حاجة بنكلم عن هيستوري. باخد هيستوري ليه? باخد هيستوري عشان اعرف ان انا اوصل للسبب. اوصل ايه? حاول اوصل للسبب. او ممكن يكون ان احنا عارفين تباة صفرة تلاتة. في غيرهم? مفيش غيرهم. اول حاجة. انا ديجة انا عندي مشكلة في الدم. والدم عماني تكسر كتير. فهسأله حاجات تبع الدم. اما عندي مشكلة في الليبر. فالليبر مش هدري يعني كونجيجيتد. فبيعلي نسبته في الدم. اما اللي حصل لهم اصلا كونجيجيتد. بيعني في الدم عشان فيه ايدي مفيه باستراكشن. اما تلاتة عنتي اصلا وبستراكشن. انا لفوش مشكلة. الدم ليس مشكلة ولكن انا عندي حصوة اما عندي كنسر خلاص سدى لي السكة مش عارف ان نزل لشين يعمل له مكسيكريشن لبرا لليورين او في الهستور فبدتي اخد هستوري اول حاجة سبب ايه عندي مشكلة في الدم يبقى اسأله حاجة على الدم انت عندك مشكلة في الدم هل انت عندك انيميا مثلا بحلة متوسط هل عندك حد في العيلة عنده مشكل في الدم كان بينقل دمه بلكده هل انت لقلت دمه بلكده كلام ده كله فبدتي ان اخد دم لبلاوة مثلا انا شيكا يكون عندك مشكلة في الليفر فبسأله حرارك بتشرفك حل حرارك نهال دم قريب عملت عمليات قريب خلعت السنانك قريب اكلت حاجة مش نطيفة من برا مثلا بيكون حصلها بطاديس ولا حاجة نوع اكلك ايه هل بتاخد اي نوع من الانوان مضوط الحياة انه بيعمل ليفر تزيز طب لو انا شيكا جايه يكون في اوبستركشن فبدتي اسأله حرارك بتاخد نوع الاكل تاخده فقل لي مسلا باكل دهون كتير ياكل دهون كتير خلاص اكون عارف ان ممكن يكون عنده ايه يكون عنده حصوة في المرارة صح او مسلا يقول لي ايه اقول لان كل ما اكل دهون بقول كل ما اكل فت يجي لي واجع في جنب اليمين بسمع في كتف اليمين فوش كده لشخصنا عنده ايه كولستيس تمام يعني عنده حصوة في المرارة تمام ايه بقى هو هنا في الهيستراب بيشوف اياخد اي كيميكال ميديكيشن نقل دم بلا كده حاجة اعشاب مسلا هي طبعا دي الحاجات بالدور اللي كيف تخالص تمام? آآ شخص ده الكحول الشخص ده آآ آآ اي اسوشيت الدزيز بقى عنده آآ راش عنده ماليك آآ ماليجي عنده انوريكسيا مسلا يبقى قولنا زي ما احنا هم نشوف اسوشيت اآ آآ آآ انوريكسيا راش آآ آآ ماليجيا آآ هيويتلوس تمام? يبدو من البين طبعا شخص اللي قلني عندي يبدو من البيض اكون شاكل طبعا يكون عنده هباطايتس بزيزة هباطايتس ايه? آآ ممكن يكون مسلا ماليجناند زي مسلا آآ بس لازم اركز انه يكون ماليجناند او ناين كانسر آآ بيكون معاه فيفر او بلوريتس يعني بلوريتس يعني في حكة كده وفيه هرش ليه? لو هو قال لي عندي بلوريتس او هو عنده بلوريتس وراش وعمالي يحك في جسمه وعمالي يهرش جامد يبقى انا كده اتأكد مية في المية ان العالي يسمى هو الكونجيديت بالبلوروبيه ليه? ان الكونجيديت بالبوروبين هنا عندما تزول البيض بيمسك فيها البيل star يتمسك يا حاجة اسمة الكونجيديت تحت به البيض تعني يتمسك الآن في البيض بيمسك في البيض ديها بولي ديها كيال بيمسك في البيض بيمقرض ان الكونجيديت الذي وصل لا irgendwie الليل الليل اللي هي مسكة في البيض الزبال يمتلك فيها بايل التبريغة يترصب على الكونججادة بالأروبين هنا في وبستكشن العديد يعني ما هيMs أصل الكونججادة بالأروبين يعني المسابه فيه سببين يعمن مشكلة في التبريغة العامل والأنها عملت ubconjugated دعنا في الكلمة عن媽 الجادة دلوقتي التبريغة كانت نظر و لأيه لا وبستكشن عدد ليفر ذات نفسه ابستكشن فيه بسبب أن في المشاة تحت الاليفر فرجعة تاني الى الدم يئم بسبب حاجة بوست هيباتيك زي ايه زي مسلا اللي هو خلاص اللي هو مشكلة و ينزله لو باستراكشن في البايل داكت تمام فرجعة تاني الى الدم تخلي بالك لما يبقى فيه كونجيجيتة للبلوروبين يعني البلوروبين ده اللي هو الانداريك ده بيروح للليفر اللي هو عن كونجيجيتة روح للليفر يحصل كونجيجيتة تمام فبيمسك حاجة فيه البايل البايل دي اللي هو البيل سولد اللي هو بيبقى ملح كده تمام ده بيبقى very irritation للسكن فطبعاً لما الكونجيجيتة بلوروبين ده تروح ترجع تاني ترجع تاني للدم الكونجيجيتة بلوروبين لما ترجع تاني للدم هتترصف تحت الجلد وهي المادة دي اللي فيها البيل دي بايل سولد دي تبقى irritation كامل للسكن فالشخص يبقى فيه عنده بلوريتس ليه نديجة ان كونجيجيتة بلوروبين اللي هي راحت للليفر بس رجعتني للدم بسبب ان في حصوة ست دا المشكلة حصوة ست السكة دي بدأ يرجع تاني للدم فلما يرجع تاني هيروح تبعاً للسكن هلادي ان هو يترصى تحت للسكن فهذا اللي بيعمل بلوريتس خلاص كمان مشوف لو فيها اي تجينج في اليورين او السطول طبعاً لو قال لي ان اليورين بتاعي مفوش لون اللي هو بلاي كالرتسطول بلاي كالرتسطول يبقى اتأكد من ايه؟ اتأكد ان العيان بتاعي ده فيه بستكشن السكة اتقفلت اللي هي بتوصلي اللي هو الكونجيجيتة بلوروبين مش عارف يوصل الانتستين صح؟ بالتالي الانتستين هنا مش هيوصل لها استريكو بايلولوجين الكتني ده ي EVERY يعملي كبل هيدي السبغة للسطول بيخليه دارك � công inclu Wie تمام فبالتالي الانتستون مش عارف ياخد اللون بتاعه يبقى كدا ان فيه مشكلة هيبقى السكة بتاعت الاستيركوبالجين يبقى كدا فيه يه Spa خلاص. آآ تاني حاجة ممكن يكون آآ وزي ما قلنا في الاول خالص لو لقيت البيشان جاي يقول لي ان اليورين بتاعي عادي. ما تعمل فيش مشكلة هيبقى اليوروب النيونجين بينزل. تمام? بينزل الروح للكيتني وتعمل فيش مشكلة. لكن انا جاي البيشان قال لي انا اليورين بتاعي غميء جدا. طب لو البيشان بتاعه مش طبيعي. يعني ايه مش طبيعي? بسبب الكونجيجيتد باليروبين. بسبب ايه? طب ام تكونجيجيتد باليروبين تنزل في اليورين. لو اكيد نزبتها زيتت. نزبتها زيتت قوي. بيحصل ايه? بتوصل لليورين لما نزبتها زيت. تمام? هتروح لليورين. طب هتعلي امتة? احنا عارفين بتعلي امتة في حالات الهيباتيك وحالات الايه? البوستيهيباتيك. صح? يبقى لو البيشان جاي اللي قال لي. ان اليورين بتاعي. اليورين بتاعي. اليورين بتاعي. اليونو دارك يبقى اشك او هتأكد انه يكون جيجيتد باليروبين عاليت. تمام? فراحت لليورين. تمام? اتأكد ان البوستيهيباتيك مشكلة في الليفر. يعمى مشكلة بعض الليفر. يعمى فيه في البيولدك. يعمى فيه اصل كانسر. تمام? في البانكرياز. خلاص? اه طيب ايه تاني بقى? اه زي بقى اميز من انواع الجونتس احنا لسا قلنا بالزبط. الهيموليتك والهيباتيك والبستركتف. الهيموليتك يعني فيه زيادة في الانكونجيجيت باليروب اللي هو انداريكت. ليه? في الف واحد كين الليفر. الليفر سليم اه سليم. عايزين يحصل لهم ايه? يحصل لهم ان هما يطلعوا برا. الليفر يقول لك لا انا بشتغل مع خمسين وقت مش اشتغل مع الف واحد دول. تمام? يعمل ايه الليفر? يشتغل مع الخمسين فعلا اه هيشتغل مع الخمسين. لكن ال تسعمائية وخمسين دول هيرجعوا للدم متاين. هيزيدوا في الدم عن الكونجيجيت باليروبين. تمام? آآ الهيموليم اكيد الهيموغروب الهلي يقيق التكسير الريت بلوتسيل وكمان هيحصل قليميه اكيد الهيباتيك طبعا الهيباتيك بيشان يكون طبعا انزيمات الكبدة تبقى عالية جدا هو الالد والقصد هيبقى عالين جدا اكتر من الالالالب ده اللي هو الالكالين فوسفت هايبقى طبعا بالنسبة للقصد والقلتة ده بيبقوا عالين جدا. هدي جيد مشكلة في طبعا معنا ازا عارفين بيزيد كلها المنقل الان هو الكونجيجيتد والكونجيجيتد حيعلو. صح? لان هو في مشكلة. عاملين يعيدوا الزيت اهو. في اعمل ايه? جاي له خمسين واحد. يشتغل مع كم واحد يشتغل مع عشرين. والتلاتين يروحوا للدم. الهو من الكونجيجيتد. ينزلوا لغا في العمل ايديما. الديما دي عمل ايديما. مش عارفين ينزلوا فيرجعوه طاني للدم في يبقى اللي دين هيعلو. طب الابستركتف. لا الابستركتف بصراحة في زيادة في كونجيجيتد بلوروبين بس. لان الليفر مفوش مشكلة. كمال ده مفوش مشكلة. بيجي له خمسين بيشتغل مع الخمسين بينزلو. يلاقوا حاجة ستة. فيرجعوه تاني في زيادة لغا كونجيجيتد بلوروبين. تمام? من الاي اللي هيزيت هنا بيزيت نسبة ال الي هو. الالكالين يخصيت. عايزيت عن بايزيت عن ال دها perdوم اللي الذي جياته هو نزيمات الكبتي. بنوا لتهي انزيمات الكبتة عادية. ولايت ال البي عالي وبده طبعا ال الي الي بيزيت. يبقى علامة للمزل. تمامية. لما يبقى عالي ده علامة ان فيه البده لما يبقى عالي اللي هو العلumi يا خاليا styles يبقى ثم كان يبقى فيه الالتراسوند. طبعا الالتراسوند دي عشان نشوف هل فيه سيروززم في الSc opportunity ولا فيه حاجة سادة ولقا. ااااا لو لقيت في الالتراسوند انترا هيباتيك ض هيالي شنكitti. تمام? بقى معناها فيه حاجة سادة السكة عملا لي الانتفاق تمام يبقى فيه باستلاكشان. طبعا بسيتي بقى اشوفها عشان اشوف الحاجات العميكة زي البنكرياس وشو بتاكد بقى ان فيه قنصة في البنكرياس ولا امام الام ار سي بي والاي ار سي بي يعني دكتورة قالت لك انها مش مهم بدول تمام دول بصراحة انها قالت لها غدهم يعني بس انا يعني هنا بيحصل بيحقينه سابقة والسبقة تبتدي ترسم انباري سيستم وباشوف هل فيه حاجة سادة ولا لأ بس مش علينا زي السورة تحت كده اهو السورة تحت هنا او بيحقين سابقة وبتدي يرسم لك البريد داكتور كلها يقول لك فيه حاجة سادة هنا ولا طيب هو ده يعني مراجعة اللي فات كله انت لقد ما فهمت اللي فات فانت فهمت الكلام ده كله هنا بيقول لك ايه هنمسك واحد واحد نتكلم عليه اول حاجة البريهيباتيك جوندس يعني مشكلة مش في الليفر المشكلة في ايه ليفر سليم المشكلة في ايه هنا المشكلة في الهيموليزز تكسير كتير قوي بيجيله وفيه بنوروروبين كتير قوي يأفي Davide 50 بتشغيل بداخلا الرادل بيباتا انا شطا وأصدف الداخل الرادل حاضم الرادل من هاتي ولها شطا وأنتم وفي الان الرن grind الردل ٤ هو تحديث سبيلوربان بالنسبة ل comms بY pain أكثر مبات في Break The veggie ilوربان بالنسبة لما thìo يعني إنها شكل النوم يجب تشاوية د خطون لكن من الأطبان أن يجعل يجب إفعال نوم الزبان لكن يجعل اليون الطبيعي هو اليوروبا نونجين السطول الذي يكون طبيعي نورمال لأنه ينزله قليلا ويحاول يوروبا نونجين نروح للكدني وهو السطول يقوم ليشكله نورمال الالكالاينفسفيد هل هنا فيه باستراكشن ؟ القلد والقصد؟ لا يوجد مشكلة في النافر اهه لكنشيكالات بالروبن ان يورن? لا مفيش لكنه ليه عشان مش كتير. هما خمسين واحد بس مش كتير. تمام? يبقى شقك لي بقى مش موجودين في الورين اصلا. آآ لأ هنا الاسبالين طبيعي تمام طبيعي. آآ سوري سوري في موجود تمام? طبعا نتيجة يعني في حتة الاسبرينوميجيلي دي. احنا اخدناها في محاضة الانيميا اللي هو الاسبرينوميجالي محاولة كمستثرة الميجاليزمة منه او نديجة بيحصل الارج من في الليفر والاسبرين نديجة عملية اللي هو اكتيفيشن اف ريديكولو اندوسيريال سيستم كمحاولة منهم انه هم يدخلوا يكون التكسير بتاعت الريد بلاتسل ده يكون اكسترا فاسكولر وميكونش انترا فاسكولر وشي كده هو بيحصل الاسبرينوميجالي تمام طيب دي جت الهيموليتك يعني سبروميجالي دي جت الهيموليتك طيب الهيباتيك جونتيس برضو توتا بلوربين هيبقى عالى اكيد ليه؟ ليه توتا بلوربين عالى واحده واحده نرجع ثانى اه هنا مشكله في الليفر كان له خمسين واعد نشتغل مع ثلاثين ومسلا نشتغل مع عشرين ومحالى طلعب تلاتين تمام؟ طب التلاتين اني هتلعو احصلوا مع الكونشيجايت بلوربين هيعلق الدم. طب الحصاء له نزل لقى حاجة سدة فيرجع تاني، فكد طبعا كل حاجة عالية. سيبقى عالي. سيبقى عالية. ليه عشان فيه العظيم بينزله. طبعا شوي بيعدوا من الانفلاميشن ده او الوبستركشن ده بيعدوا منه. بينزلوا تحت بيدوا نورمال سطول او ممكن ما ينزلوش خالص فيبقى بين. تمام? يعني احتمال ينزل واحتمال ما ينزلش. القرن الفوسفيد طبعا هيزيدنا ديكي فيه اصلا زي ما احنا قلنا. اه الالدو الاصطي هيزيده. اه الان كونشيكيتت بالروبن ان اليورين حلاقي ان كونشيكيتت بالروبن في اليورين ليه? لان هو اصلا نزبطه عالية في الدم. لما نزبطه عالية في الدم يبقى على ايه فين? في اليورين. ولما ليه في اليورين هيعمل ايه? دارك يورين. هلاقي عنده برضو كمحاولة ان هو ايه? يخلي كل اللون دي. هو برضو يبقى عنده سبيلينو ميجالي. تمام? طب البوست هيباتك. لأ البوست هيباتك هنا يعني مشكلة في الليفر لا مش مشكلة في الليفر. لأ المشكلة مش في الليفر. هو شغل كله. وعمل كونشيكيتت بالروبن لكل البروبن اللي جايله. بقى كله ايه كونشيكيتت. يبقى من اللي هنا here씨 الكونشيكيتت صح. يبقى الثوية الا العائلة. مدام ما هو عالى اللي انخوتيجيتت عايلي؟ لا الكونشيكيتت مش هيعلى. كمنهم هم محصلنون فもの كونشيكيتت ولكن هما هم حصلين هاink lineage لذي لا يوجد مشكلة stays ولكن ايه حص وصدا. يبقى اليوروبان Rivera الذي تعليقى حاجة في حصوة سوى stun carn Lokig Richard. Uhlin? هل pam هلقى على دارة تمام? نتيجة ما ترموناه للقضل عنواع الجندس دي برضو مراجعة برضو يقول لك ان الى 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 بروبين عالي يبقى درجة. للسطول العالي. اللونه ايه نورمال? مشكلة في الاستيرجاب العلونجين ينزل. تمام? احنا قلنا بيشتغل مع 25 واحد و 25 و 30 ففي حبة منه ممكن من 20 ان يشتغل معهم ان هو الوما 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 ممكن لنزله وممكن لن انزله ويرجعه تاني للدم. هموما الوما 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 الى كال الوما الوما الى هنا مفيش بيرورايتس هنا. تمام? مفيش بيرورايتس. تمام? لمفيش كمية كثيرة قبل رجعت. الرجعت. بشر يعمل بيرورايتس ده نتيجت هي лиBrien هو راحة يروح لل thirty-volt حصل. فالايه ده يخليه يمسك Bruno? هذا يعمل ايه؟ طبعا في الهيباتيك يبقى النص ونص تمام? فهنا مفيش بيرورايتس لكن في البوست هيبتك يعني ايه اعمل كونجيديت لكله فطبعا في كمية كبيرة لخمسين كلهم بقوا كونجيديت لكلهم رحوا للدم في عملوا بلورايتس تمام طب كونجيديت بلوروبين عالية بقى في درجة ايه يورين اللستول لا اللستول بقى حاجة اسمه اكاهوليك تمام تمام طيب يقولك بقى مسالة دكتور كدقى لها معنا في المحاضرة يبقى مريضة عندها اول مسال مريضة عندها اتنين واربعين سنة قادة لك بأنميا ويكنيس جونتس سبرينوميجالي تمام آآ شفت كلمة سبرينوميجالي اختارها وانتم غرمض بري هيباتيك تمام اننا معها ما يمكن أن يكون يعني تكون تكون هيموليتيك مشكلة ايه بري هيباتيكر نبعين اللي عالى في البري هيباتيكر البروري هيباتيكر يعني بري هيباتيكاء 벌써 مهمية مش كل البريوالوروبين بيحدهم بع shad بحث works اللي عالى هو الاندواريج بري حالى التانية المثال . واحد عنده نوسياков . عنده Mississippi وهكذا لما جيتها عملت له تقيق يعاني في فى المột موجهة للدخاء تمام ؟؟ إمؤمن هناك في الفيرemu吗? لقيت بالشكل في البلباثٔ يبقى السفل في الفير booster. لما نجد تنتظر أمر لسف???? يبقى شقة رعطون ان هو إيه؟ صح ؟ يبقى المبار axis ٍ٠لطين بما عنده مشكلة في الأك ‫ духов ديرnic 얼마나 بالشكلة بالنشعل encompass طيب. طالت مثال جايلي بابدومينا البين عنده عنده حكة وركز في كلمة يعني عنده يعني يعني السكة مقفولة مفيش بينزل الانتسل اصلا. فطبعا يعني يعني يعطوك كلمة قال لك كلمة يعني يعني يعطوك قليلي اول في الدم وكونجيهات ده في عمل اتشنج لانه نزل لحت الجلد عمل اتشنج تمام? يبقى تبقى كده من اللي عالي؟ أصلا كم جيهات كونجيهات او ممكن يكون سبب اي في البنكرياس خلاص اا كده شباب نكون خلصنا الحمدول الله محاضرة النهاردة على خير يعني قنا الأمثلة بتاعتها وشراحناها وقعدتنا نعت ونزيت فيها عشان كانت يتجلي الوقت يطويل شوية ااا شكرا يا كم سمعت واعني وان شاء الله تكونوا محاضرة كويسة بالنسبة لكم شكرا